اشتركوا في القناة نواجه صعوباتنا نواجه مشكلنا كلميني شوية عن فكرة كتابك طيب أنا يمكن الكتاب كان مختلف شوية عن باقي الحاجات الموجودة لأن في الغالب الناس بتكتب وبعد كده تقنع الجمهور أن هم يقروا اللي كتبوه في الكيس بتعطي أو في توعية كان العكس أنا كنت بمارس شغلي عادي بدي لكتورز بدي ساشن وبقيت الناس هي اللي بتسأل ليه الكلام ده مش موجود في كتب ليه ما يبقاش في إيدي حاجة أرجع لها تفكرني باللي أنا سمعته في لكتور أو ساشن ليه ده بس بنسمعه وبعد ما نكون تعبنا ليه ما عندناش توعية نفسية توصل لنا قبل ما نتعب أو نوصل لمرحلة إن فيه مشكلة أو مرض نفسي فهنضطر وقتها إن احنا نروح لمختص ليه ما حدش بيلحقنا من بدري من هنا جات فكرة الكتاب بقى وهنا فكرة الوعي وهي هنا فكرة الوعي إن المنقادم كل ما كان عنده وعي كل ما قدر إنه هو يتعامل مع أي صدمة في حياته كلميني شوية عن أهمية الوعي من وجهة نظرك أهم حاجة أهم حاجة إزاي يكون عندي وعي نفسي يا ألاء أنواع كتير جدا ومروحل كتير بس أول حاجة أنا لازم أفهم أنا مين أنا صفاتي أنا إيه النقطة القوة ونقطة الضعف أنا إيه أهدافي من الحياة أنا إيه اللي أنا عايز أوصله أنا إيه اللي أنا عايز أحققه وبعد كده نبدأ نشوف الخطوات بقى اللي إحنا محتاجين نعملها تباقي بس لما يعني كتير جدا بنواجه ناس هو أساسا مش عارف صفات نفسه طب أنت لو مش عارف صفاتك إزاي هتحدث البعث أو الطريق اللي أنت هتمشي فيه لو أنت مش عارف أهدافك أنت رايح فين أصلا أسمتي أسمتي كتابك لجوالات الفصول عندك هي جوالات وحقيقي هي حياتنا كل مرحلة فيها جولة مختلفة وكل مرحلة فيها حكاية مختلفة احكيلي شوي عن الجوالات أو عن الفصول اللي أسمتيها في كتابك الجوالات فكرة هم سبع جوالات فكرتها بالضبط السؤال اللي لسه حضرتك سأله الوعي يبدأ إزاي فأول حاجة أنت محتاجة تعرفي نفسك من جوه عبارة عن إيه وبعد كده محتاجة تعرفي الصفات وبعد كده محتاجة تعرفي إزاي تتعاملي مع اللي حواليك والعلاقات تبقى عاملة إزاي وفكرة العلاقات أو الوعي في الجانب أو الزكاء الاجتماعي أو الوعي في جانب العلاقات مش بس العلاقات بالناس أنت علاقتك بنفسك وقبل الاتنين علاقتك بربنا سبحانه وتعالى طيب وبعدها إحنا نقدر نتعامل إزاي في الحياة طيب وبعدها اللي نبدأ بقى نمسك في الـ اللي هي أكثر المشاكل النفسية الشائعة القلق، الاكتئاب، التوتر، البانيك أتاكس نتعامل إزاي في الحاجات دي لأن كمان إحنا عندنا مشكلة شوية يمكن في المجتمع العربي أكتر أولي القوي ناس اللي بتربي أولادها الصغيرين على الفهم النفسي لشخصيتهم لما نفضل كل ما الولد يعاية نقوله ما تعايتش، ما تعايتش، ما تضعفش فيطلع فاكر أن دي وصم تعار فيطلع طول عمره خايف يقول أنه عنده مشكلة أو أنه تعبان مثل إنه خايف يشتكي بالزبط، فالوعي النفسي ده مراحل ليه علشان أعرف إزاي أتعامل مع الحزن أو القلق أو التوتر لازم أستنى لحد ما كون وصلت المرحلة سيفير جدا فذي برضو جولة مهمة جدا وهكذا الجولة الثانية ماذا يدور بداخلك؟ إن إحنا نعرف إيه جوانا إن إحنا نعرف إيه المشاكل اللي عندنا بالزبط كل واحد عنده مخايف معينة، قلق معين من حاجة ممكن يكون عنده تروما معينة من حاجة مر بيها وهو صغير فبتجبر معاه كلميني شوية إزاي أعرف إيه جوايا أو أدبا أنا نفسي مش عارفة زي ما أنت بتقولي طيب خليني أقولك الحاجة مهمة جدا الفصل ده تحديدا بيعتمد على نظرية سيجمنت فرويد يعني من أهم طبعا الناس في علم النفس هي فكرة التشريح النفسي النظرية دي مشروحة يمكن في مئة ألف كتاب ودايما الناس بتكون فكرة من الكلمة كده لو إذا أنت يا تشرحيلي بيولوجي إذا أنت موضوع بسيط جدا أنا بس بقولك إنه الناس بتتخد أو تيجي تقولي أنا عندي انفسام في الشخصية أنا عندي اتنين جواب بعد مين شخصك بحاجة إيدي؟ أنا عندي عشر حضرتك جدا أنا كثير جدا أصلا أنا بعد أقول الحاجة وعكسها في دماغي أصلا أنا ساعد بحس إن أنا طفلة وفي نفس الوقت أنا واحدة كبيرة أصلا أنا هو ده طبيعي هو اللي مش كده هو اللي غريب فده فكرة التشريح النفسي أنت من جوا نفسيتك ووعيك بينقسم لتلات مراحل فطبيعي ممكن مرحلة منهم في موقف تلاقيها تأبى الاعتراف بالضعف وتلاقي الشخصية التانية هي منهارة من الضعف اللي هي وصلاله ده مش معناه أن أنت عندك مشكلة نفسية أنت بس محتاجة تفهمي إن الاتنين موجودين وإزاي نصالحهم على بعض ونرجع تاني لنقطة الوعي اللي حضرتك أشارتي لأهميتها مجرد أنت لما حتى بنشوفها قدامنا لما تشرحي لحد كده تلاقيها هذيت يعني أنا ما عنديش مشكلة طمينت آه اللي هو إيه ده عادي ده أنا كنت فاكرة أن أنا مجنونة عايزة تتكلم شوية عن الجولة الرابعة بما أننا ذكرنا أجزاء من الجولات اللي فيت تعالي نتكلم عن الجولة الرابعة وهي علاقاتك علاقاتك بالناس اللي حواليك صحابك بقى أهلك زمالك في الشغل عيلتك عظيم جدا في حاجة مهمة قوي بنحتاج نقولها في العلاقات دي أن الناس محتاجة تدرك أن علاقتها في الحياة بتكون مراحل مش لازم كل الناس اللي حوالي يكون دايرة قريبة جدا ليه؟ لأن دايرة قريبة جدا فأنا محتاجة أكون معاهم جدا في كل حاجة فهبدأ أن أنا ما بقاش بعرف أرفض لهم حاجة فهتبدأ شخصيتي تتمحي بالوقت طيب أنا محتاجة أحدد الناس بناءا على إيه؟ أنا عندي دايرة قريبة زي ما بنقسمها دايما دايرة دايرة قريبة هي الناس القريبين اللي أنا ممكن أخذ قراءهم في خطوات مهمة في حياتي أو اللي أنا ممكن أسمع كلامهم أفض فضلهم بعد كده عندي دايرة أوسع شوية اللي هي المعارف بعد كده دايرة أوسع اللي هي معارف أبعد وبعد كده دايرة بقى واسعة خالص اللي هي العلاقات بقى اللي احنا الواحد بيقابلها في حياته بقى كل الناس اللي بنقابلهم في حياتنا فأنا محتاجة أكون عارف كويس جدا وأنا بتعامل مع الناس الباوندرز اللي عندي الحدود الحدود بالضبط إيه الحاجات اللي أنا ممكن أجي على نفسي فيها وقبلها عشان خاطر اللي قدامي وإيه الحاجات اللي أقول فيها لأ وإزاي أقول لأ وإمتى أقول لأ وإزاي أحافظ على علاقاتي بالناس اللي حوالي من غير ما ده يأثر علي أو يمحي شخصيتي فكل حاجة من الحاجات دي بتكون مرحلة طيب علشان نعمل كل ده هل أنت هتقداري تعمليه من غير ما تكوني أنت الأول عارفة أنت بتدوري على إيه في العلاقات اللي حواليكي طيب أنا ممكن أكون بدور على حاجة مش أصلا هي الحاجة اللي أنا هلاقيها في العلاقة دي بدور على الحاجة مش موجودة يعني تقصدي أصلا لا لا مش بس مش موجودة أنا بدور عليه في المكان الغلط في المكان الغلط زي مثلا العلاقات العاطفية فتلاقي بنت عندها مشكلة عاطفية مع اللي مرتبطة بيه لأنها عايزة يقوم بدور باباها ده مش دوره أو ان هي بتعامله على انه ابنها ما ده برضو مش دوره هو راجل هنا كحبيب طيب العلاقات بقى بينها وبين الأهل الأول في المقام الأول دايما بنقول في علم النفس وفي العلاج النفسي ان أغلب المشاكل النفسية بتكون سببها حتى بنقول المصطلح زملة المرض تكمن في الطفولة بتكون سببها وقت الطفولة في العلاقة μα بين كل المشاكل النفسية اللي بنمر بيها بيبقى أساسها في الطفولة بالضبط كده ويمكن كمان الأباء ما بيكونوش مدركين الأولاد الصغيرين بيأخذوا بالهم يعني تقولك ده بيلعب مش سامع واتلاقيين مركز جدا بيسمع كل حاجة وبيبقى عارف كل حاجة بالزبط فيمكن بداية إن احنا نفهم العلاقات اللي حوالينا إن احنا نتصالح مع علاقتنا بأهلنا وإحنا صغيرين حتى لو العلاقة الحالية بيني وبين بابايا ومامتي ستيبل أو هي تمام ما فيش فيها مشاكل أنا محتاجة أرجع لوقت الطفولة أطمن إن ما فيش مشكلة أنا شايلها في قلبي لسه منهم لإن هي لو موجودة بالتأكيد هتلاقيها بتأثر يمكن مش بتأثر في حياتك بشكل ظاهري بس بتأثر عليك نفسيا أكيد أكيد وهكذا بقى مرورا بكل العلاقات بحاولة ديكي خلاصة تانية متخيلة طيب كلميني شوية عن المشاكل اللي ممكن تتسبب فيها العلاقات العطفية الغلط ومفيش حد ما وقعش في علاقة عطفية خطئة أو مفيش حد ما مرش بتكريبة زي دي إنك مرت بتجربة سيئة إنك تكوني يعني دفعتي تمن حاجات أنت ما عملتهاش وأحيانا بيبقى الشريك أو الشريكة هم عندهم تجربة تانية فبيطلعوا فيكي بقى المشاكل اللي مروا بيها كلميني شوية عن خطورة الاختصار الخاطئ في التجارب العطفية بسي هقولك على حاجة كان دايما عندي دكتورة وقت الماجستير تقول لنا إن العلاقات العطفية بتبروز أي مشكلة ممكن حد تلاقيها عايشة طول حياتها أو عايش طول حياته ومعندوش مشكلات نفسية أول ما يرتبط تلاقي مشكلات طلعت هي مش سببها العلاقة العطفية ولكن وجود علاقة عطفية رومانسية ما بين ميل وفي ميل بتبروز أي مشكلة لأن هي بتنضح في العلاقة أي مشكلة كانت مع الأب والأم أي مشكلة كانت في الطفولة أي مشكلة كانت خوف أو حاجز نفسي أو مشكلة في الاجتماعية أو شعور بالنقص النقص في أي حاجة نقص مال حب جمال بتنضح في العلاقة دي تلاقي معي أيا ما كانت أي شكل النقص اللي موجود بالضبط دي نقطة رقم واحد في التوعية في العلاقات العطفية النقطة الثانية ما ينفعش حد أنه هو يروح يرتبط غير لما يكون فاهم الأول هو شخصيته عاملة زي ومين البارتنر اللي يناسبه لأنه ممكن يكون شخص هو ممتاز بس لا يصلح أن هو يكون شريك حياتي أو مش مناسب لي مش مناسب لي بالضبط هو الواحد كويس وأنا الواحد كويسة بس ما ينفعش أن احنا نكون مع بعض هنا يكون فيه مشكلة فلازم الواحد يكون فاهم الأول طبعا بس هو كلام ده جميل قوي بس مراية الحب عامية زي ما بيقولوا يعني احنا برضو خلينا نقول أنه ما فيش حد فينا عرف يصنف ويفنط العلاقة اللي هو داخل عليها بالشكل العقلاني المرتب الأكاديمي اللي انت بتتكلمي بي يعني احنا في الآخر برضو بنحب وكتلة من المشاعر وكتلة من الأحاسيس أنا معاكي أن احنا لازم نعمل اللي انت بتقوليه بس مين فينا عرف يعمل اللي انت بتقولي عليه ده على الأقل في بداية علاقات العاطفية أو على الأقل في الأول اسألك سؤي الحب قرار ولا اختيار لا هما لتنين الحقيقة يعني أنا من وجهة نظري لتنين قرار واختيار خلينا نطلع للفاصل ونرجع نكمل كلامنا عشان نرجع تاني للحب ونتنقل على الجولة الخامس نطلع الفاصل رجعنا لكم مرة تانية وليس معانا ومنورانا الكاتبة واخصائية الإرشاد النفسي والأسري هنرجع على طول اللي كنا بنقوله قبل الفاصل اللي الحب قرار ولا اختيار نسألتيني السؤال ده وقلتلك الاتنين وقلتيني ان انت في الماستر في الفاصل قلتيني انت في الماستر رضيتي نفس الرضا وهم فعلياً لاتنين بس مين اللي هيغلب التاني ومين اللي هيبقى أكتر من التاني هنا بتكون بقى فرقة الإنقاذ أو فرقة الغرق يعني فعما بيبقى فيه التو ويز اللي احنا بنمشي فيهم أو الطريقين اللي بنمشي فيهم خلينا نتكلم عن الجولة الخامسة والجولة الخامسة وهي ربما أنت مجهد نفسياً مشكلة الجيل عايز أقولك المصطلح طالع جداً شائع دلوقتي اللي هو البرناوت اللي يناس كتير بتستخدمه غلط وهما مش مدركينه اللي هو الاحتراق النفسي إيه اللي بيوصلنا للإجهاد النفسي أو الاحتراق النفسي أولاً أنك تنكري أن أنت مجهد أنا ما أعترفش عاملة جمدة طول الوقت وعملة قوية طول الوقت بالزبط طول ما أنت عاملة فيها جمدة كده أنت مش مدية نفسك حق تورست أو أن أنت تخذي أجازة أو تريح إيه اللي بيحصل زي باللونة بننفخها ننفخها ننفخها من غير ما نطلع منها شوية حاو هيحصل لها إيه؟ هتفرقها فذي حاجة إيه اللي بيحصل بقى؟ إن إحنا ما بنؤمنش بدا فأنا كويسة وتمام وزي الفول بعد شوية بدأ يظهر علينا أعراض سايكو سوماتيكس اللي هي الأمراض النفس الجسدية أنا جاي لي قولون عصبي أنا دايخة على طول أنا عندي صداع صداع وعضوياً ما فيش أي حاجة خالص وإنتي نفسياً مجهدة ومستهلكة تماماً وتسيجي تقول لك لفيت على كل الدكترة وأنا تعبانة والله أنت تعبانة؟ وأنا أمنت تعبانة فعلاً نفسي مش عارف أخده دربات قلبي سريعة بدوخه بيأغمى علي الجسم عمال يبعت راسي ليقول لك عايزة ارتاح أنت بتديله الروحة دي؟ لا طيب حاجة بقى تانية تلاقي ناس بتقول لك ده أنا قاعدة ما بعملش حاجة طيب وده قاعد ما بعملش حاجة؟ لا ده ما بيريحش ثانية بالضبط ده ما بيريحش ثانية بالضبط فدي أهم حاجة فالناس تقول لك إجهاد نفسي هو أنا بتحرك أنا ما قلتلكيش إجهاد جسدي هو إجهاد نفسي صحيح طيب أعمل إيه؟ أنت محتاجة نتعلم نريح دماغنا صعب جداً التنفيذ والكلام سهل أنا عارفة جداً بس واحدة واحدة بنبدأ نتعلم واحدة واحدة لازم أؤمن إن أنا لازم يكون عندي شوية وقت أنا بس قاعدة فيه سكتة ده حقي وبيكون صعب جداً إحنا شغل وأطفال وبيت وصريخ وزعيق وشد ما فيش مشكلة بنريح من ده؟ لأ يبقى فيه مشكلة أي ضغط ما عنديش أي مشكلة فيه بالعكس عارفة اللي انشغال حل لمشاكل نفسيه كتير جدا وقادر إن هو يكون كي أو مفتاح في العلاج مهمة قوي بس لازم يكون أنا عندي أجازات وعندي أوقات بريح فيها نفسياً وذهنياً وجسدياً وأحياناً الواحد بيبقى قاصد يشغل نفسه كتير عشان يبقى عنده باب يهرب منه عظيم من الفكر عظيم جو أهد تشغلي براحتك بس أول ما تحسي أنت تحبتي ريحي ما توقفيش ريحي ورجعي تاني وهكذا الجولة تسادسة مصطلحات فريقة كلميني شوية عن المصطلحات الفريقة وإيه يا تقصدي إيه بمصطلحات فريقة هقولك على حاجة عارفة وإحنا صغيرين لما كتير كنت تسمعي مثلاً الأب أو الأم بيقولوا كلامه ما نفهمهوش إيه الصبر مفتاح الفرج سلمي لله فأنت تقاييوهوش عارفة لو إن شاء الله أيوه يعني إمتى إن شاء الله يعني إمتى ونفضل كده لما تفهمي الكلام ده تدركي أن أهلينا وجدودنا كانوا بيدونا مفاتيح نمشي بيها في الحياة وإحنا مش فاهمين كنا صغيرين شوية لسه التسليم ده حاجة تحفة مش عارفة وصفها واللي يمكن الكلام يبان شوية أوفر لو الناس مش فاهمة بس التسليم مفتاح الرضا مفتاح الهدوء النفسي مش بقول لك ما تسعيش مش بقول لك قوم الصبح قول إن أنا مش هعمل حاجة علشان أنت سايبها كده أنا بقول لك سلم إنك تعمل اللي عليك والباقي على الخالق ما توقفش عامل زي اللي بيكسر في حيط أو بيزق حيطة مش هتتزق إنت ممكن تجيب حاجة تساعدك بس يا الحيطة مش هتتزق فاتحدد كمان السعي مصاره هيكون فين الصبر لما دايما نيجي نشرح حاجة أو نتكلم زي ما كنا بنقول الوعي التخلص من علاقة نفسية مؤذية أو toxic relationship أيوة يعني هخف إمتى الصبر طيب أنت عاملة بالزبط زي اللي خلفت ولد وبتقول لي إيه ده أنا ابني اللي عنده شهرين ما دخلش مدرسة ما هو مش وقته ما هو عنده شهرين هو مش عفي تكلم مش عفي يمشي إنه الواحد ما يستعجلش الواحد ما يستعجلش في أي حاجة ورتم الحياة السريع بيأثر علينا نفسيا إن إحنا بنرفض الصبر إحنا تعودنا كل حاجة بتيجي بسرعة حتى الطبخ بقى سريع فأنتي مش مستحملة تصبري فإيه اللي بيحصل بتاخدي السريع حتى لو كان مش اللي أنت عايزي بس ده في ناس صبرت صبر يعني أيوب يعني آه في ناس بتصبر برضو بس هي الفرق إنه في ناس حقيقي عندها الصبر أنا معاكي بس على الصعيد الآخر في ناس صبرت وفي ناس بتستحمل وفي ناس بتقدر تستنى هتلاقيهم هم اللي بيقولوا لنا كلام اللي إحنا ما بنفهموش عشان هم حسينه ومن هنا جي عنوان التابتر أو الفصل مصطلحات فارق أهم الدروس أهم الدروس ودي الجولة السبعة دي آخر جولة في الكتابة هم سبع فسوط وسبع جولات بالزبط الفكرة بقى في إيه الفصل ده جمع حاجات أنا فرقت قوي في حياتي لما أنا تعلمتها لما أنا سمعتها وحسيت قد إيه الدروس دي تفرق في الحياة إنه وبرضو هي related قوي كل شابتر بيسلم للشابتر اللي بعد دي أو لو خاتي بالكاشكات تلاقي كل ما نتكلم على اتنين يباني الكلام متشابه لأنهم مواخدين من بعض عارفة السيركل اللي هي بتكون دورية وفيها أسمة وين دايرة سودة ودايرة بيضة عكس بعض ونقول إن دي الحياة دي حاجة فارقة جداً لما الواحد بيتعلمها أو بيكون عنده وعي لها ليه؟ لأن لما الدنيا تسود ما يفقدش الأمل لأنك عندك يقين إن في حاجة بيضة في حاجة بيضة جاية بعدها أكيد ومش شايفاها وده أكيد مش عارف إيه بس أنت عندك يقين إن هي موجودة طبعاً طبعاً تلاقيكي قادرة تعفري طبعاً طبعاً قادرة تستعمل ومؤمناً إن حتى الوحش اللي بيحصل ده أكيد في خير بالزبط بالزبط أنت بتقرري اللي أنت عايزة تعمليه مدام أنت شايفة أنه هو مدام مش حرامه مدام الحاجة دي هتكون مفيدة لكي مش لازم تعجب الناس كلها الناس بتسعى إن هي ترضي الناس كلها صراب بتلاحق صراب مش هتعرف توصله مش كل عمر ما الناس كلهم هيتفقوا على حاجة واحدة طبعاً ده ربنا فيه ناس أشركت بيه طبعاً إنت مين يعني عشان الناس تتفق عليك أي فلما بتفهمي الحاجات دي وبتستوعبيها بتهدي بدلا ما أنت تعملها تحاولي تخلي كل الناس تحبك وعملها تقولي تحاولي تردي كل الناس تحاولي أن تخلي كل الناس شايفكي رمز للجمال والمقاييس الكبيرة الحلوة الطيبة وده مش موجود بالزبط وده مش موجود إحنا بشر في الآخر بالزبط ففيه مصطلحات ومفاهيم لما بنفهمها بتشكل حياتنا بشكل مختلف تماماً وده كله هيرجعنا لفكرة الوعي وهي فكرة الوعي أنه فيه درجات في الوعي وإنت قسمتي الدرجات دي أو قسمتي شرحك لفكرة الوعي لفصول أو للجوالات بالزبط نصيحة أخيرة لكل المشاهدين اللي بيشوفوكي دلوقتي إزاي نقدر نحسن منه عينا وفي نفس الوقت إن إحنا نكون مؤمنين بإنه الدنيا هتمشي وأكيد هتمشي وفي النهاية أكيد هيكون فيه خير مهما كانت الصعوبات اللي بتواجهنا لازم يكون عندنا القدر ده من الإدراك والقدر ده من الوعي إن إحنا هنوصل لده في الآخر أول حاجة ما نرفضش إن إحنا نتعلم نفهم نفسيتنا وتشرحنا النفسي وأفكارنا تاني حاجة نكون فاهمين إن المجال ده أو حتى القراءة أو التعلم فيه مش معناه إن إحنا عندنا وصم تعار أو إن إحنا عندنا مشكلة حتى لو وصلنا بعد الشر المرحلة إن فيه مرض نفسي حتى لو اشتغنا المساعدة إن إحنا نروح لحد يساعدنا بالزبط أنا مش عارفة أو أنت لما رجلك بتكسر بتقول أنا هجبس نفسي ما فيش فيه مشكلة أرجوكم نعلم أولادنا من سن صغير إن المشاعر لها حق وإزاي يتعاملوا معاها والغضب ليه شكل والعياط والحزن ليه أشكال وينسبهم يعملوا ده نفهم أولادنا من غير ما نشيلهم الهم بدري من غير ما يبقوا أولاد صغيرين عندهم ست سنين شايلين الهم يعني قاعد كده كأنه عليه صوت تصري لك نفهم الحاجة واحدة وحدة ونفهم أولادنا إن هما لما يجبروا وكل مرحلة ليها احتياجاتها النفسية المعينة والتعلم بالشكل اللي يليق بالسن بتاعها وده كله أبداً مش عيب ومش دار صحيح أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة شكراً لك مرسي جداً وطبعاً أتمنى أن احنا نقدرنا ننقلكم الأفكار التوعوية النفسية اللي ممكن تساعدنا على إننا نحسن حياتنا تساعدنا على إننا نقدر نواجه مشاكلنا تساعدنا على إننا نتخطى أزمتنا ما فيش حد حياته ماشية كده ما فيهاش مشاكل ولا في حد حياته ماشية كده ما فيهاش صعوبات كلنا بنواجه وكلنا بنعافر وكلنا بنطعم عشان في الآخر نوصل وإحنا متأكدين إن إحنا في الآخر هنوصل وكله في الآخر بيبقى أكيد خير بس إحنا يمكن بنكتشف الخير ده متأخر بس أخلي دايماً عندنا يقين إنه أكيد اللي بيحصل خير أنا بشكر طبعاً دفتي لنوارتني النهاردة الكاتبة وأخصائية الإرشاد النفسي والأسري ألا توفيق بشكركم كان معكم رانيا السيد اشتركوا في القناة